ممممممممممممممممм آآ.. حضرتك جسمك من النوع الكممترا يبقى هتاخدي معنا ورقة الرجيم الصفرة لا والله وش معنى يعني الصف? ليه مش الخضر؟ آآه لان حضرتك من النوع الكوممترا التلاجة الخضر بتاعت الكوممترا الخشابي يافاندم وإحنا بنلعب هنا ده علم يا فاندم ورجيم و 좋아하는 دايت شغل بść ب gespannt أنا جيت لك بعض دحمفات باية أنا ما جيتش غير لما قالوا لي أن أنت دكتور ساحر بتخفي الأرداف وتخصص الأفخاز وتفشي الأكتاف لكن الورقة دي صعبة قوي لا أنا مش هقدر عملها مش هقدر أنا أقول لحضرتك تعملي إيه لما تضعفي قدام الأكل في اللحظة دي أنت هتغمضع نيكي هتستخدي بالله وهتفكري في نيلي كريم وهنشرب أربع نوقات شاي أخضر باللمون وهتنامي بقولك إيه فوقك من كلام الإعلانات ده أنا شربة محصور شاي أخضر وفدنين لمون طول السنتين اللي فاتوا دول أنا مش أحرم نفسي من حاجة لا فدن بتحرم نفسك إيه اللي قدامك ده صاحب أحدث نظرية في الطب الأغزية أيوة النظرية دي بتقول باختصار إن إحنا نقلل الأكل جدا نزود المجهود جدا هنخس بمنتهى البساطة هنعمل إيه في النظرية دي النظرية دي هتخلينا نستمتع بحياتنا نأكل كل اللي إحنا عايزينه بس كل ما هنالك إن إحنا يعني ما بيش حرمان هنلغي بس الكربوهايدريتس اللي هو الرز والمكارونا العيش الحاجات البسيطة دي طبعا هنقفل على السكر خالص الملحة هنقلله جدا لغاية ما نلغيه لإنه بيخزم مياه في الجسم أما الفكهة فكهة جميلة ناكل فكهة براحتنا بقى بس هنأكلها إزاي هنأكل صمرة واحدة بس في الأسبوع ومش هينفع تكون ولا منجة ولا عنب ولا تين ولا بلح ولا أي فكهة طعمها حلوة أصلا الصلطة الصلطة عظيمة صديقة الإنسان كلي منها براحتك خالص بس مش هنحط عليها دريسنج لأن الدريسنج بيتخن وطبعا هنلغي الملح زي ما اتفقنا طبعا لكن ممكن ندلع الصلطة بقى آه حط عليها معلقة خلي بلسامي آه 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 أربع نوقت جنزبيل آه نفخة كسبرة آه رشة آه كمون حاجات كده بالهنة والشيفة الميا نشرب ميا براحتنا تماما بس هنغليها وهنشيل الوش وهنجري كتير لحد ما نموت ونلعب رياضة ساعات طويلة شاقة ظريفة آه فين الحرمان بقى حضرتك كده بتخسس ست ولا بتشرس كلب أنا قربت هاو هاو فيه ايه في اللي انت بتقوله ده أنا مقدرش أعمله لوحدي ما معروف اي حد عايز يخس يقلل الأكل ويزود مجهود فيها ايه أنا أدفع طبن مية وخمسين جنيه عشان أقعد قدامك كده تقولي شوية حاجات بديهية بديهية مادام هي حاجات بديهية عشان انت كاتب انك دكتور ساحر وبتخسس بطرق عدمية حديثة اه اه انا قلت فعلا موضوع الساحر ده ايه ده انت دفع الفيزيتا بتاعت الساحر لايب لا اذا كان كده يبقى نتقل بقى ها ها ساحر كده ولا مش ساحر اه ايه بقيت هانعمل بايه هنسلوه لا ده هتطلقيه في الشقة وتجري وراه انت بش متخيلة جاري الأرانب بيخسرنا سعرات حرارية قد ايه ده اسمه ريجيم أرانب الرجيم ده هيكلفك 1400 جنيه في الكورس ها لا بلا أرانب بلا جاري فين الرجيم والعلم يا دكتور ما تقول لي حاجة تدخل الدباخ اوكي ممكن حضرتك بس تتعاون معايا وتقفى عند الحيطة اللي هناك دي؟ عارفة عشان تقفى الوزن والطول ودي عايز السحر دي لا يا فندم حضرتك هتقفى وحط على دماغك تفاحة وهنشن عليكي بالإبر الصينية عشان توصل لودنك الإبر الصينية دي تكلفتها 3000 جنيه ومعانا عرض من عيادتنا النهاردة مجموعة دبابيس هدية ها نعمل ده؟ جربتها وكلت أكتر من الأول بقيت كده أشيل الإبر من وداني وأكل بها الزلابية يا ساتر آآ خلص يبقى هنجرب نحت القوام النحت ده هيكلفنا 35 ألف جنيه النحت هيبقى من غير التجليخ ومن غير المناور آآ آآ وحدرتك هتاخدي معاك الدهون اللي هتطلع الزيادة لأن أنا مدخلش بيتي دهون حرام لا لو النبي بلاش النحت والبهدلة دي خلص في الحالة دي أكيد بتحب البلالين ها نعمل بلونة البلونة لو منفوخة بتبقى بعشرين ألف لو هتنفخيها برا هتبقى بخمساشر ألف نتكر على الله ننفخ ولا حدتك تحب تنفخي برا بلا برا بلا جوه أنا حط أربعة جوه أربع بلالين؟ ألا ده أنت يا عندك عيد ميلاد جوه بقى أوكي يبقى نشفط الشفط الواحده تمنتشر ألف شفطه طرد عشرين ألف ها نطرد؟ بلا شفط بلا طرد أنا ماشي لا 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 يا فن ما استهدي بالله كده يا روائي تي كده هتخليني أخش عليك بالتقيلة بقى شاي دكتور مينج الصيني الأصلي أعظم شاي تخسيس في العالم ومع أنا دكتور مينج على الخط هو شخصياً هيعمل لنا الشاي بنفسه وهيبعثه من الصين هنشرب أنا وأنت أحلى تنين شاي وطبعاً أنت اللي هتحسب على المشاريع الحساب هيبقى تلات تلاف جنيه بس بلح جربت كل الشاي والملينات اللي في الدنيا جربت الحزام اللي بيهز الدهون ويسيحها والحزام اللي بيحجم الدهون ويجمتها والحزام الناسف للدهون وحزام المزلزل للبطون وحزام الجلد للزبون كل حاجة كله فالصف فالصف كد أنت ساحر أنت أممم واضح أن حضرتك لف السوق وفهمة كويس المدام بتشتغل هي رب بتمنزل وهي دي مشكلة ما بتحركش ولا بخرج ولا بروح ولا بياكل يعني ما بتشوفيش حد ولا حد بيشوفك لا إزاي يعني بشوف طبعاً وبيشوفوني على فيسبوك طوليو بس يبقى تاهت والإناها انت كده ممكن تخسي في لحظة هنعمل ريجيم فوتوشوب هنزبط لك صوريك ويبقى خلاص هنعمل ستة بروفايل بيكشر ووحدة كافر فوتو مع الأرنب والبلالين وكله الحساب هيبقى 12 ألف جنيه ها أيوا بقى انت كده ساحر بس كده مش نصب يا شيخة بلى وجع قلب احنا هنعيش كم مرة بقولك ايه نبعد بقى نجيب اتنين شاي منجة نشربهم واحنا بنزبط الصور تحب ايه منج كوشري ولا منج فاتلة